السؤالين بتقول عن برح يا رب الوقت يا أستاذ إبراهيم إحنا معانا الأستاذة عيدة كابتقول يعني ليها قريبة تركت يعني خلصت من السعي بين الصفة والمروة ثلاث أشوات وبعد كده تعبد فما عرفتش إن هي تكمل السعي فإيه الحكم بتاعها؟ هو الفقهاء السادة الحنفية عندهم إنه من ترك السعي كاملا اللي سبس في كله أو معظم السعي في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته زي التعب اللي هي تعبته ده عم عندهم عند الحنفية لا شيء عليه ومن تركه من غير عذر فعليه ده بحشاه فرأي الحنفية شوية خرجنا يجعل لنا مخرج في هذا المأزق بتاعها في العمرة ومن القواعد المقررة واللي دايما نذكر بيها المقررة في علم الأصول إنه من ابتلي بالمختلف فيه وإحنا كنا لسه بنشير إلى ذلك فله تقليد من أجاز اللي تحط في موقف زي حضرتك خلاص رجعته بتاعهم وهي طلع ما كملتش لتعب ألم بها وربما لم ملحقتش وكتلازم ترجع فرأي الحنفية هنا فيه إيه؟ فيه مخرج طيب لهذه السائلة الكريمة ونسأل الله سبحانه وتعالى دوم القبول ودايما الإنسان من أراد أن يحج أو يعتمر يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول اللهم يسرها لي وتقبلها مني فنسأل على طول المعونة لأن الإنسان وخلق الإنسان ضعيف فلازم نستمد على طول من الله الكريم المعونة اللهم يسرها لي وتقبلها إيه؟ وتقبلها مني فتأتينا أسباب المعونة من الله العظيم الحي القيوم